اشتركوا في القناة شباب البطولة الرسمية راح نلعب دقران التحديات سهلة بتكون خانشوف التحدي هندخل اول شي خانشوف التفاصيل طريقة النوع راح يكون فريخي نوع التحدي بيكون التحدي الاول بيكون ان نسجل هدف من اصل 5 مباراة راح يكون تحدي سهل التحدي الثاني راح يكون 3 نقاط نكسب من 5 مباراة راح يكون ان شاء الله يعني فوز واحد يعني نفوز كيم من اصل 5 مباراة راح يكون سهل بعد ان شاء الله التحدي الثالث راح يكون 6 نقاط من اصل 5 مباراة يعني نفوز مبارتين من اصل 5 فان شاء الله راح يكون التحدي سهل هذا التحدي الاول سجل هدف ما قال او فوز قال او سجل هدف يعني راح يكون تحدي سهل فان شاء الله انا شوفهم بسيطين يعني ان شاء الله نسويه راح نبدأ في هاي الصبتة وبعدين راح احول مباوبي او تكلون اطرت في بولي فكرة هنا خلينا نسويها خلي ممسي تحت مباوبي هنا خلي ممسي يكون او ابطل و اصدقائي او 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 ايسر لا ما تقدر نظام بطولة يعني وش اقولك لك لك محاولة واحدة بس فمعطوك خمس مباراة قالوا لك في هذا التحدي انت لازم تفوز ثنتين من اصل خمس يبغونك فوزين فاتوقع انك لو خسرت ما قررت تحقق هذه الشروط ممكن ما تقررت تحاول مرة فعلي ما ادري انا ما اجرب هاي الصبتة اللعبات نظاريا أحس أنك ما رح تقدر حدك محاولة واحدة بس نحاول نتأهل اليوم حق الرون نقوم بحاولة نسوي هذه بطولة رسمية تبع شركة كونامي هيد لو أنك توصّت فيها دول متقدمة قدام يمكن يعتبرونك يضعونك ضمن المحترفين لأن كونامي ما في منهم شيء سيا الله بنحاول وودا يا الخصوم عرفنا أنها بطولة رسمية بس لا تعرق فيها تشديدة وشهل لعباه بيخلصا الوقت الدقيقتين كلها أخيراً يا الله يا الله قصة اللاعب اللي ضده ستارتات الارض كيف الفيلم الهندي الحارس ماشا الهبيدة يلا اول مباراة ثم انجازة التحدي الاول حق البطولة المفتوحة لعبات بطولة رسمية تباهم تحدي الاول انجازناه باقي لنا رون حق نتأهل حق الروند الثاني يبقى لنا نفوز احنا يبقان من خمس مباراة تنفوز مباراة واحدة ان شاء الله بيكون سهل محتوي الفوتبول تحدي الثاني تم انجازه بقي لنا تحدي اخيري حق نتأهل حق الروند الثاني يلا حين هذا التحدي يبقى من خمس مباراة انفوز لعبتين 2 مباراة من خمس مباراة نحتاج 6 مباراة اذا 2 مباراة اول نجيبها من اول مبارتين ما نطولها وهي قصير روند اشكياتك لو سمحت ان شاء الله حين حبيبي لعب خطتين بس ازاد شي ايا صراحة استخدم ال 4-2-4 هي اللي احسها قاعدة تمشي لانه اللعب صاير العمقى يعني فيه عكروي ما ادري الشو اللي العب عمقى يواجه صعوبة مطبيعية في اللعبة لانه سكربت فيها اهنا اكثر يمكن ها الخطة الاولى هاي الخطة الاولى هجوم ضاغط ولensored موجودة خطتي في اليوتيوب عادة تبها شرحت مستان اولenty هجوم ضغط على مسى هجوم الظغط على نيمار ارتكاظ على نيمار ديفوعي على كونتي الخطة الثانيا مبابي تحولي الجناح مسي مع مبابي هجوم لا مسي مع نيمار هجوم واومركة تبقى باس uni كونتر نيمار مع مسى هجوم ضغط لفاعي على كونتي ارتكاظ على نيمار أبدأ إياها بالخطة الأولى سلو المسي بساطة مادة يعدلونها فيها كثير أخطائي والله أتفق إياك أنا من الناس اللي قاعد أعاني يعني بقول لك عقاتنا من الآخر ما بطاول هوي قصيرة في مباريات تتحسروحك أسطوري في التمرير مباريات تتحسروحك أكثر من أكبر من منوب شي أخس من منوب يعني مادري مباراة ومباراة ما في تذبذب في المستوى فهمت تذبذب في المستوى يعني ما تقال تلعب مستوى وثابت يعني كل جيم تمريراتك حلوة ما تقدر جيم عك كروي جيم انت سلس هذا اللي بتتكلم عنه تخيل أنا بأطلع بالكرة مو بقادر والله مو بقادر حسيت خصم حشرني شوف يا الله شوف التمريرات بطيئة إلا مفهومة التمريرات يا سبحان الله ما هاي الخطة بعد أنا كلاش صاير فيها لعبي أبغيرها ما هل شوية بس ننتظر عليها باقيلة بالخطة الثانية ما تشوت تاكلها يعني تاكلها ما في بوت حاطنها ببالك حاطنها ببالها يعني صاير مفهومة ببالك système كستان مني الهدف انا حركت حوارس غالب مضابية يعني لو انت سمي مربع اكس و من خطة ثمانت عشر وتشوتها ار تو مئة من مئة هدف مئة من مئة تبلي فوندوسكي مولر يا حبيب الفريق المتكاوم المامزح على اقل باكيج مضمون او باكيج نايمار او باكيج اكثر لاعب روجت له يمكن صن قلت لكم جيبوه جيبوه في اللعبة اس اس تركز على جانب الفيسيكال عنده القوى الجسدية او 85 وتعطيها عشقصة اللي ضدي شباب تم انجاز الروند البوت رسميا تأهل الروند الاول الى الروند الثاني من الروند الاول الروند الثاني انجزنا الحمد للرب العالمي